اعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلال الشبابي والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد بحريني لفنون القتال المختلطة عن فخري واعتزازه بما شاهده سموه من مستويات قوية في مسابقة فنون القتال المختلطة في اليوم الرابع والختامي لبطولة البحرين المفتوحة الثانية للهواة لفنون القتال المختلطة التي نظمها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية ومنظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة على صالة نادي الرفاع الرياضي والثقافي وأشهد سموه بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها هذه المسابقة من مختلف المراكز والمدارس البحرينية لفنون القتال المختلطة وكذلك من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية مضيفا سموه أن المستوى القتالي الذي شهدته المسابقة أظهر للجميع أن اللعبة تسير وفق خط تصاعدي من التطور عبر الخطة التطويرية التي رسمناها والتي ينفذها بنجاح الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة برئاسة سعادة العقيد خالد عبد العزيز الخياط وذلك للارتقاء بمستوى هذه الرياضة على المستوى المحلي والذي يدعم مكانة البحرين على خارطة الرياضة الدولية وأعرب سموه عن سعادته الكبيرة بالتواجد الجماهيري الكبير في هذه المسابقة مشيدا سموه بالتغطية الإعلامية الكبيرة التي حظيت بها المسابقة من مختلف وسائل الإعلام مقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود الكبيرة لرئيسي وأعضاء الاتحاد وكذلك اللجنة المنظمة على تنظيم المسابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر